عارفين اتحاد الكرة وموضوع تصبيت أمورنا واللغبطة اللي بتحصل دايماً في حاجات صغيرة كنت إيسا والله بتكلم في الكلام ده يا جماعة ما نقفش على حاجات صغيرة يعني أنت ده بتعبان وعمل شغل كويس وبتكتهد بشكل كويس وتعمل حاجات تخليك شكلك كاتحاد الكرة أنت ما بتعملش حاجة خالص أو ما بتعملش شغلك بشكل مهني مية في المية طيب أنا بقول الكلمتين دول ليه اتحاد الكرة عمل موقف رائع جداً لما بدأ اشتغل على الرخصة ايه وجاب المدربين وخدوا الرخصة ايه واشتغلوا وتعبوا واكتهدوا وكان بقى أن كتير موضوع الرخص ده ما يقوف في مصر فمفيه مدربين كتير بيشتغلوا من غير الرخص أو الرخصة ايه على الآل فمفيش فده اتعمل برافو اتحاد الكرة برافو نشتغل على الكرة الصديق بس اتحاد الكرة عشان معينش مدير فني للاتحاد الفيفا رافض انه يعتمد الرخص ايه اللي خدها المدربين الفترة الأخيرة في المحضرات اللي حصلة في اتحاد الكرة ليه ما عيناش مدير فني وليه قدام ضرورة ان احنا نعين مدير فني ما نعينش مدير فني هو اتحاد الكرة شايف انه عين لجان كثيرة على مستوى التدريب بس في فا او الاتحاد الدولي كرة القدم مصر ومصمم انه لازم يبقى فيه مدير فني الاتحاد المصري كرة القدم وهلا مش اعتمد حيات كتيرة عندكم فاتحاد الكرة او الاتحاد الدولي ادموها للاتحاد الكرة المصري لحد نهاية شهر ديسمبر عشان وقبل بداية 2024 عشان يكون فيه مدير فني الاتحاد الكرة المصري نجمع كم اسم كده وبكرة اقول لكم من الاسماء المرشحة انها تكون فيه منصب المدير الفني لاتحاد المصري لكرة القدم طيب